محمد رسول الله صاحب الرسالة عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة الوالدين قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين القائل صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دعه اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة الأحباب في زمان فترت فيه العلاقة بين الولد والوالد وأساء الولدان إلى الوالد وأصبحت العلاقة بين الولد وأبيه والبنت وأبيها أو أمها وأمه أصبحت العلاقة سيئة لماذا؟ لماذا؟ أليس هو الوالد؟ أليست هي الوالدة؟ أليس هما اللذان قال الله في حقهما؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؟ أليس هما اللذان أمر الله عز وجل بشكرهما بعد شكره؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ أليس الوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل منها واحدة إلا بالأخرى ثم قال ابن عباس الأولى قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثانية قوله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه والثالثة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه إنه الوالد إنه حق الوالدين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي في رواية من أحق الناس بحسن الصحبة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك وفي رواية أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنه حق عظيم فرط فيه كثير من الناس ونسوا أن الجنة لها أبواب وأن من بين أبوابها باب بر الوالدين النبي يقول الوالد أوسط أبواب الجنة هيا يا أخي هيا يا أختي حيهلوا أقبلوا ادخلوا من هذا الباب والسعيد من دخل من هذا الباب شمروا عن ساق في بر الوالدين السباق السباق وهناك موعظة جميلة لعلها تحرك بداخلنا ما سكن في قلوبنا تحرك ما غطي في القلوب نريد أن نكشفه فيستنير بنور الحق موعظة جليلة للإمام الزهبي تخاطب إنسانا قصر في حق أبويه ونسيهما وما دري أن الفرج عندهما وأن رضى الرب عندهما وأن سعادة الحياة معهما قال الإمام الزهبي مخاطبا لهؤلاء وتخيل أمامه مضيع حق الوالدين مضيع حق الوالدين قال أيها المضيع لآكد الحقوق المعتاض من بر الوالدين العقوق الناس لما بين يديك الغافل عن الخير الذي بين يديك بر الوالدين عليك دين فلا تضيعه باتباع الشيء بر الوالدين عليك دين نعم فلا تضيعه باتباع الشيء تطلب الجنة بزعمك تبحث عن الجنة وتتمنى الجنة تتمنى النعيم تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك وهي تحت أقدام أمك ما أيسر الطريق إلى الجنة الجنة تحت أقدام الأمهات تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك تسعة أشهر كأنها تسع حجج وكابدت في الوضع ما يذيب المهج وأطارت لأجلك وسنا وصيرت ثديها لك لبنا وأماطت بيمينها عنك الأذى وآسرتك على نفسها بالغزى فإن رأت منك أسف أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية لو رأت منك مرة تتألم أو يشتد بك ألم أو نزل بك مرض أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبزلت مالها للطبيب فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعتا وهي جائعة ورويتا وهي قانعة قابلتا يا دياب النسيان ستجازى في دنياك بعقوق البنين احذر احذر دين ستجازى في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين يا رب سأل يناديك بنداء التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد بادروا أسرعوا الجنة تناديكم باب الجنة مفتوح باب البر مفتوح سعيد من دخله صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر طرأ قال النبي في الدرجة الأولى عند المنبر آمين وقال عند الدرجة الثانية آمين وقال عند الدرجة الثالثة آمين قالوا يا رسول الله بعدما انتهى النبي من خطبة ووعظه قالوا يا رسول الله قلت آمين 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 فما آمين يا رسول الله ما السبب لماذا قلت آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عند الدرجة الأولى من المنبر فقال لي يا محمد اللهم صلي عليه يا محمد أرغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له إنسان دخل عليه شهر رمضان وكان عاصيا ولم يغفر له ولم يغتنم رمضان في طلب المغفرة من الله ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتاني في الدرجة الثانية من المنبر فقال لي يا محمد أرغم أنف من أدرك أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم أتاني في الدرجة الثالثة فقال يا محمد أرغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هدانا الله وإياكم إلى بر الوالدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله